اهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام في حلقة متجددة برنامجكم عدسة ثراء ومن خلال هذه العدسة نقوم بتغطية جميع الفعاليات والأنشطة المقامة داخل دولة الكويت منها الاجتماعية والثقافية والدينية فنتمنى لكم مشاهدين الكرام متابعة طيبة في حلقة اليوم بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين نتكلم عن داء خطير وقد انتشر بين المجتمع وقد حذر منه الله عز وجل وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الداء هو داء الكبر وهذا المرض الذي ينتشر بين الناس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه قال الكبر هو بطر الحق وغمط الناس أي الاستعلاء على الناس والاستعلاء عن الحق فالاستعلاء عن الحق يصد الناس عن الحق كما قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أي هذا الدين لا يناله إنسان متكبر وكذلك الاستعلاء على الناس هذا إثم عظيم أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر هذه المثقال ذرة من كبر هي كفيلة بأن لا تدخلك الجنة بعض الناس من يظن نفسه أنه أفضل من الناس نسبا وهذه الحادثة حدثت فأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتسب رجلاني في عهد موسى فقال الأول أنا فلان ابن فلان ابن فلان وعد عشرة وقال للآخر من أنت لا أملك يعني استحقار أنت ما عندك نسب أنا اللي عندي نسب فقال الآخر أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن قل للمنتمي إلى تسعة أن تعاشرهم في النار وقل للمنتمي إلى اثنين أنت ثالث في الجنة فالعبر عند الله عز وجل بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أبو لهب القرشي عم النبي صلى الله عليه وسلم أين هو؟ قال الله عز وجل عنه تبت يدى أبي لهب وتب وقال عن أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم القرشي قال هو في ضحضاح من النار وبلال الحبشي الذي كان عبد في مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه سمعت خشخشة نعليك في الجنة نعال بلال الحبشي صارت أعلى من أبو لهب ومن أبو طالب لماذا؟ بالإسلام فالإسلام يرفع ناس ومن ترك الإسلام يكون وضيعا عند الله وعند الناس هذا هو المعيار معيار التقوى فلا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى هذا هو المعيار وليس المعيار في المال وليس المعيار في العنصريات وليس المعيار في غيرها من الاعتبارات بعض الناس يتكبر بأرضه يقول أنا من البلد الفلاني وأنت من البلد الفلاني هذه هي كفيلة بأن تجعلك متكبر على الآخرين انظروا إلى معيار الصحابة رضي الله عنهم كيف أن القرآن يحكي صف قلوبهم يقول عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ما قالوا نحن أهل البلد ما قالوا هؤلاء جون وفود ونحن أهل البلد الأصليون وغير ذلك من عنصريات البقيضة التي لا يحبها الإسلام ففي غزوة بني المصطلق انظروا ماذا قال عبد الله بن أبي بن سلول وهو زعيم المنافقين لما حدثت فتنة بين أحد المهاجرين وأحد الأنصار فصارت هناك مشاجرة فقال هذا الأول يا للمهاجرين وقال الثاني يا للأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة فقال عبد الله بن أبي بن سلول وهو المنافق انظروا ماذا قال قال سم من كلبك يأكلك نحن أكلناهم وشربناهم وأعطيناهم ثم قاموا وتعدوا علينا فهذا هو ديدن المنافق الذي يتكبر بأرضه وثم قال الله عز وجل عنه مخبرا في سورة المنافقين قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ثم قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين العزة هي أن تكون مع الله عز وجل وتكون مع النصوص الشرعية وتكون مع الإسلام لا مع هذه العنصريات وهذه القوميات وهذه الطبقيات الزائفة وبعض الناس من يتكبر بماله كما كان قارون قال الله عز وجل يحكي بلسان قارون قال إنما أوتيت وعلى علمي من عندي يعني هو يقول أن هذا المال أنا جبته من نفسي يعني من شطارتي ومن حكمتي ومن لم ينسب الفضل الله عز وجل قال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض هذا هو مصير كله متكبر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما رجل يمشي معجما بنفسه مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض فهو يتلجل بها إليهم القيامة الذي يتبختر في ماله أو في لبسه أمام الناس وهو يلبس أفخم الماركات ويظن أن غيره أقل منه الإنسان يتجمل إن الله جميل يحب الجمال وهذا أمر حسن في دين الله عز وجل لكن الإشكال بأن الجمال هذا يدعوك إلى الكبر وإلى غمط الناس هذا هو يعني الذي يستوجب العقوبة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة عقوبة له لذلك الكبر هو داء خطير أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن عقوبته فأخبر صلى الله عليه وسلم واصفا يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات بيمينه ويطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون أين هؤلاء الذين يتكبرون على الناس وينظرون أنهم أعلى من الناس أين هم فلذلك على المسلم أن يخاف من هذه الأهوال من يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر كأمثال الذر يعني كأمثال النمل فأهم في الدنيا كأنهم عظام على الناس فيحشرون كأمثال الذر كأمثال النمل فالجزاء من جنس العمل يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث يخشاهم الذل يساقون إلى سجن يسمى بولوس تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار كل هذه العقومات للمتكبر يوم القيامة فعلى المسلم أن يخاف من هذه العقوبات وبعض الناس من يفتخر يعني مرجعه وقبيلته ويستعظم ذلك ويعني ينتقص الناس وهذا من الجاهلية وقال صلى الله عليه وسلم في كل الجاهليات قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع وقال صلى الله عليه وسلم أربع من أمور الجاهلية لا يتركونهن قال الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب بعض الناس يعني يفتخر بنسبه ويطعن بالآخرين وهذا من كبائر الذنوب ومن عظامها لذلك صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي كلكم لآدم وآدم من تراب لا يدعن أقوان فخرهم بآبائهم أو ليكونن عند الله أهوا من الجعلان تدفع بأنفها النتن يعني أنتم لا شيء أمام الله عز وجل ماذا تتكبرون؟ الإنسان مخلوق من طين من ماء مهين فكيف يتكبر على خلق الله عز وجل بماله أو بنسبه أو بموطنه أو بمنصبه من أنت لتتكبر على الآخرين وتذكر أن الله عز وجل يراك ويرى هذا الكبر منك ويقول الله عز وجل إن الله لا یحب كل مختال فخور فعلى المسلم أن يتواضع يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وقال صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله فعلى المسلم أن يتواضع من الآخرين وأن يتجنب الكبر بكل صوره وبكل أنواعه وأن يتذكر أنه سيقدم على الله عز وجل وأن الله عز وجل يبغض المتكبرين وأن هؤلاء المتكبرين لهم عذاب أليم يوم القيامة فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتواضعين وأن يبعد عنا هذا الداء وهذا المرض وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم ألتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد لكم من أجمل تحية ومع السلامة